مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية على قناتنا قناة مصر للتعليم الفني طبعا تابعنا في الحلقات الماضية الدروس المتسلسلة للمادة وكان الدرس الأخير اللي تناولناه في الحلقة الأخيرة كانت الانفويس أو الفاتورة طبعا الفاتورة زي ما نوهنا قبل كده إن هي أهم مستند بدرسه في الترمي الأول بالكامل أهم مستند دال على عملية الشراء والبيع طبعا هو المستند اللي بيتم إرساله مع البضاعة كانت الثلاث رسائل اللي تناولناهم في الحلقات الماضية كانت الانكويري الكوتيشن and order letters طبعا الرسائل دول إحنا كنا بنبدأ بيهم العملية التجارية علشان نتم عملية البيع والشراء الفترة الأخيرة تناولنا فيها الانفويس بعد ما اتكلمنا عن الorder letter وعرفنا الانفويس عرفنا بيانات الانفويس وعرفنا تعريف الانفويس وطبعا نهتم بالانفويس جدا لإحنا عندنا أكتر من شكل الانفويس الحصة اللي فاتت في الحلقة الماضية كنا تناولنا الانفويس without trade discount خدنا الفاتورة بدون خصم تجاري طبعا احنا عندنا كذا شكل الفاتورة زي ما اتفقنا تناولنا الشكل الأساسي ديها كان بدون خصم وطبعا كنا كمان تناولنا أنواع الخصم وعرفنا أننا عندي نوعين من الخصم trade discount and cash discount عرفنا الفرق بينهم وعرفنا أن اللي بيظهر في الانفويس appears in invoice trade discount اللي بيظهر في الفاتورة هو الخصم التجاري زي ما تناولنا في الحلقة الماضية هنبدأ نذكركم بشكل سريع في بداية الحلقة بتاعتنا بالجزء الأخير اللي تكلمنا فيه عن الانفويس هنشوف كمان تعريف الانفويس تاني كنا خدنا التعريف في الحلقة الماضية لكن عشان نتذكر كده بنذكر بعدنا طبعا علشان نقدر نتابع الجزء الجديد اللي هنتناوله في حلقة النهاردة بأمر الله طيب هنرجع نبص تاني على التعريف بتاع الانفويس كان الكلام ده معناه ان هي قائمة تفصيلية او كشف تفصيلي او بيان تفصيلي بايه يا شباب بالجودز اللي هي البضاعة الجودز سولد البضاعة اللي تم بيعها والمصرفات اللي تابع معايا الحلقة السابقة عارف ان احنا اتفقنا ان فيه شرط من شروط التسليم ما بيبقاش فيه خالص حتى في التامرين او في الفاتورة وده كان الدي دي بي اللي هو كان دي لفرد ديوتي بايد ده كان شرط من شروط التسليم وده معناه ان انا ما عنديش خصم هيظهر في الفاتورة المصرفات اللي هتبقى موجودة في التامرين مش هتظهر في الفاتورة طبعا احنا بنقول خصم طبعا الخصم ده لسه هنتكلم عنه النهاردة الخصم النقدي ما بيظهرش في الفاتورة لكن الخصم التجاري هو اللي بيظهر في الفاتورة بتاعتنا يبقى تاني بيان تفصيلي بالبضاعة والمصرفات يرسله البائع للمشتري هنبص تاني على طبعا الشكل ده كان بعيد جدا بياناته تقسمناه جزئين لكن لما نίجي نعمل التمرين لازم نعمله كدكومنت طبعا بالكامل ما ينفعش ان احنا نقسمه كده على جزئين احنا بنقسمه تاني بننوه عن الجزء ده عشان ده جزء مهم احنا بنقسمه علشان نبقى شايفين البيانات بوضوح على الشاشة واحنا بنتابع الحلقة لكن حضرتك وانت بتعمل الانفويس في ورقة الامتحان او انت بتحل اي تمرين من الكتاب المدرسي طبعا لازم نعمل الانفويس كمستند كامل على بعضه بدون ما نقسمه زي ما احنا شايفينه دلوقتي طبعا نبتدينا بالسيلرز نيم سيلرز نيم ده اسم البائع أدرس أند تاون العنوان وطبعا المحافظة تلفون نمبر فاكس نمبر اند ايميل دي بيانات السيلر ديت التاريخ وكان عندي انفويس نمبر ده كان رقم الفاتورة سولد تو كلمة سبتة بتميز الفاتورة عن اي مستند تاني موجودة كلمة سولد تو دي بضاعة مباعة الى نحط بعديها البايرز نيم اسم المشتري أدرس أند تاون طبعا بيانات بدون تلفون ولا فاكس ولا ايميل حتى لو موجودة في التمرين مش بنحطها بندخل بعد كده على التارمز الشروط دول الشرطين بتوعي الجزء التاني اللي بيحسب قيمة البضاعة خانة كبيرة ديسكريبشن ده البيان كوانتيتي دي الكمية يونت برايس ده سعر الوحدة دي الخانة الاجمالية اللي بنجمع فيها الارقام بتاعتنا اللي بتخص البضاعة والمصروفات بنحط البضاعة بعد كده لو فيه خصم التجاري زي ما اتفقنا هو اللي بيظهر في الفاتورة بعد كده بنحط بالترتيب كده يا شباب ما ننساش بعد اذنكم البضاعة بعد كده المصروفات وبعد كده بنفقط المبلغ بعد كلمة only يعني فقط وبعد كده ودي كلمة بتميز الفاتورة وبتديني الحق كبائع بتصحيح اي اخطاء تنتج عن تأفيل الارقام سهوة او خطأ او نسيان ممكن بعد كده يبقى عندي الحق في اننا ابعد تصحيح للخطأ ده للمشتري عن طريق الاشعارات اللي هنشوفهم فيما بعد ده بالنسبة للموضل اف انفويس نخلي بالنا ده طبعا التمرين اللي تكلمنا عليه الحلقة الماضية هو بالضبط نفس التمرين اه غيرنا في الالوان شوية لكن هو نفس التمرين لو رجعنا للحلقة الماضية ورجعنا بياناته حلينا كمان التمرين اخر حاجة تكلمنا عليها كانت تفقيطة المبلغ اللي بعد كلمة only وتعلمنا الحلقة الماضية ازاي نفقط المبلغ ده وبعد كده طبعا ادلز اند اوميشنز اكسبت ده نتكلم عن تفقيطة المبلغ في حلقات تانية ممكن كمان لو فيه متسع من الوقت النهاردة بأمر الله نتكلم تاني عن التفقيطة لغاية لما نبقى ممتازين فيها بشكل واضح فيه بس معلومة عايزين نقولها عن الانفويس ايه هي المعلومة اللي عايزين نقولها عن الانفويس ان الحلقة الماضية التمرين اللي احنا شفناه من شوية ما كانش فيه تريد ديسكاونت خدناش التريد ديسكاونت لسه طيب الترتيب اللي شفناه في الموضل اوف انفويس من لحظات كان بيتكلم عن ايه الترتيب فكرني كده بالترتيب اتكلمنا الاول عن الجودز نفسها البضاعة حطناها في اول في خانة ديسكريبشن وبعد كده في الموضل كان فيه تريد ديسكاونت في حد سألني يا مستر احنا ليه في التمرين اللي حلناه في الحلقة السابقة الديسكاونت ده ما ظهرش لان التمرين نفسه ما كانش فيه ديسكاونت انا بحطش الديسكاونت من عندي ديسكاونت ده بيبقى نسبة موجودة في التمرين ليه كم شكل؟ ليه شكلين الديسكاونت؟ الشكلين بتوع الديسكاونت؟ ان يبقى مرة الخصم بنسبة مقاوية بنسبة مقاوية يعني هي بنسبة مقاوية؟ يعني جيلي في التمرين ده بالنسبة للخصم بالعربي عشرة في المية خمسة في المية عشرين في المية طالما فيه علامة مقاوية ونسبة موجودة في التمرين يبقى كده الخصم التجاري جايلي بنسبة ايه الشكل التاني؟ ان يجيلي الخصم التجاري محسوب بمبلغ جاهز اعرف منين يا مستر انه جايلي محسوب بمبلغ جاهز بلاي مكتوب جنبيه كلمة EGB EGB يعني ده جنيه مصري فما يقول لي يبقى دول يبقى ده كده خصم تجاري محسوب انا مش هحسبه في اللحظة دي يبقى احنا هنشوف النهاردة شكلين للخصم التجاري الشكل الاولاني بنسبة مقاوية والخصم بشكله التاني انه يجيلي بمبلغ محسوب جاهز في بيانات التمرين طبعا مش انا اللي بحدد ده شباب الحلقة اللي فاتت ما كانش فيه خالص خصم تجاري ولا بنسبة ولا بمبلغ محسوب جاهز لكن النهاردة بامر الله هنتناول الخصم وهنشوف الخصم التجاري والناس الخصم التجاري يرجع يتفرج على الحلقة الماضية على قناة مصر للتعليم الفني على قناة اليوتيوب الخاصة بقناتنا وبالتالي هيلاقي كل الحلقات السابقة وجدول العرض كمان هيبقى موجودة على القناة نفسها على التردد على الامر الصناعي المصري النايلسات نتابع الحلقات ونحاول نتابعها لما تتعرض على شاشة القناة في التلفزيون وبعد كده نبدأ ندخل على قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب نلاقي كل الفيديوهات الخاصة بكل المواد مش السكرتاريا باللغة الانجليزية فقط ونبدأ ان احنا نتفرج على الحلقات بتاعتنا ولو في تعليقات زي ما اتفقنا او تساؤلات بنسبها تحت الفيديو وبنرد عليها في اقرب وقت نبص على التمرين التاني لو جالي الخصم التجاري بنسبة مقاوية في بيانات التمرين نشوف مع بعض الاكزامبل الاكزامبل بيديني لديك البيانات الاتية او الحجم الدهاني السيلر مين هو السيلر؟ السيلر هو البائع او الحاجة هتجيلي اسم البائع الاكتريك كامباني ده اسم البائع العنوان 55 شبرا ستريد كايرو طبعا بقى عندنا احترافية في ان احنا نقدر نطلع بيانات السيلر اند باير من التمرين بتاعي وده طبعا بالتعود الموضوع كان في البداية ما كانش واضح بالنسبة لنا زي دلوقتي اعتقد من مردود الفعل اللي بنشوفه على الفيديوهات ان معظم الطلبة اللي بتتفرج على البرنامج بتاعنا عندهم وعي كبير وعندهم ادراك كبير للمادة وبدأوا مستواهم يبقى رائع فيها وده واضح من تعليقاتكم على الفيديوهات باير اللي هو المشتري المشتري نادين وليد واضح ان ده اسم شخص وطبعا زي ما اتفقنا سواء اسم شخصة او اسم شركة ده مش هيفرق معايا في حاجة شخص او شركة هي بياناتها تتحط في التمرين بترتيب معين وهنبدأ ان احنا طبعا برتبها على حسب الموضل اوف انفويس اللي شفناه من لحظات العنوان ثارتي دقي سكوار جيزة ده العنوان تاليفون نمبر اند فاكس نمبر دي بيانات سيلر اند باير نبص بعد كده على الجودز الجودز حطتها لكم الموضاجف جدول طبعا الجدوى اللي احنا شايفينه ده عمل لكم كده الوان مختلفة للخانات عشان نقدر ان احنا نميز بينهم كده طبعا عشان الطلبة اللي كان عندهم مشكلة في الخلفية البيضة قالوا ان هي مش بتظهر على الشاشة غيرنا لكم الخلفية علشان طبعا يهمنا جدا حضراتكم ان انتو تبقوا مركزين معانا وما فيش اي مشكلة بالنسبة لكم في العرض اول خانة فيها ديسكريبشن خانة كبيرة اكبر خانة عندي الخانة الاولى فيها ديسكريبشن ديسكريبشن هو الوصف او البيان نوعين بضاعة مطلوبين قدامنا يا شباب فلاش ميموري ثارتي تو جيجا بايتس عندي كمان دي في دي رايتر دول النوعين من البضاعة اللي نطلبهم نلاحظ ان انا وحت البضاعة في التمارين بتاعتي علشان الموضوع يبقى اسهل في الادراك وفي الفهم ما بحاولش اغير لك البيانات كتير عشان الاختلاف يبقى واضح ما بين التمارين الكوانتيتي كوانتيتي الكمية اسمها يا مستر اسمها كوانتيتي تمام ممتازين طبعا الكمية الاولى تان آآ آآ بيسيز والتاني عايز 20 بيسيز عايز من العدد الاول عايز عشر وحدات تاني عايز عشرين وحدة اليونت برايس دي الخانة الاخيرة اللي فيها السعر وبعرف السعر من الاختصار اللي موجود قبليها اي جي بي ها؟ حد يفاكر ايه هي الاي جي بي ايوة طبعا فاكرين يا مستر اي جيبشيام باوند ودول خدناهم في الابريفياشنز او الاختصارات بردو اللي كانت موجودة في الحلقة السابقة اي جيبشيام باوند وان هاندرد اند فافتي باوند ده طبعا للنوع الاول اي جيبشيام باوند تأثيري هاندرد اند فافتي للنوع التاني كده اليونت برايس او سعر الجهاز موجود كده الجدول بتاع البضاعة موجود في ايه؟ موجود في ديسكريبشن البيان او الوصف موجود في الكوانتتي الكمية موجود في يونت برايس سعر الجهاز او سعر الوحدة terms اللي هي الشروط terms اول حاجة delivery شرط التسليم exw هسألك برضو عن الابريفياشن معناها ايه يا شباب؟ معناها ها التسليم محل البائع تمام exworks مزبوط البيانت اللي هو شرط الدفع نبص بقى على شرط الدفع ده كويس نبص على شرط الدفع كويس 10% trade discount ايه ده بقى؟ 10% trade discount ده خصم تجاري بنسبة 10% وده الاختلاف في التمرين بتاعنا النهاردة 10% trade discount ده خصم محسوب ولا انا اللي هحسبه لا يا مستر حضرتك اللي هتحسبه payment 10% trade discount هنحسب خصم تجاري بنسبة 10% على قيمة البضعة l-expenses او المصروفات portridge جي المشيل carriage جي مصاريف النقل بالسيارات required اللي مطلوب عندي في اخر التمرين the invoice number 135 dated november 24-2020 20% نبدأ كالعادة نرجع للتمرين تاني سكرينشوت حضرتك هتاخده ليه البيانات seller and buyer سكرينشوت تاني هناخده للجودز للتارز للإكسبانسز علشان حضرتك وانت بتتابع معايا الحل بتاع ال invoice ما نعودش نقلب تركيزنا يروح وننسى وما اخدش بالي من البيانات بشكل دقيق نبدأ نبص على ال invoice ادي البيانات الاولانية اللي ببدأ بيها ال invoice حد فاكر جي بيانات مين جي بيانات السيلر لما تبص في الاسكريينشوت اللي حضرتك واخده هتلاقي السيلر هو electric company العنوان شبرا ستريت كايرو بعد كده حطينا telephone number ادي telephone number نقلنا من التمرين fax number ده كمان رقم الفاكس نقلنا من التمرين بعد كده هنحط ال date طبعا ال date اللي كان موجود في السطر الاخير في ال required او المطلوب كان جنبيه برضو في نفس السطر ال invoice number one hundred and thirty five ده رقم الفاطورة والتاريخ الكلمة اللي مكتوبة بالبنت العريض في اول الكلمة كلمة سابتة الجملة دي كلمة sold to sold to يعني بضاعة مباعة ايلا ودي مميزة للفاطورة ولازم اكتبها قبل اسم المشتري اسمه ناديل وليد عنوان فقط ثارتي دوكي سكوار جيزة في مننا بيحب يحط الاسم ده كده المحافظة تحت في سطر تالت ده ممتاز لكن طبعا احنا هنا بنحاول ان احنا نعرض لك بخط كبير شوية علشان تبقى شايف البيانات بوضوح فبالتالي برضو المساحة عندنا ما بتبقاش فيه متسع من المساحة بعد كده دخلنا على delivery and payment delivery شرط التسليم payment شرط الدفع ex works للأولاني delivery and payment 10% red discount كلنا بعد شوية هنشوف الخصم ده يا شباب بيتحسب ازاي هنبدأ نبص بعد كده على الجزء العملي من الفطورة خانة الكبيرة خانة description خانة دي هنكتب فيها اول خانة من الجدول اللي كانت موجودة في التمرين بيانات البضاعة اللي مطلوبة flash memory ثارة 32 جيجا بايتز تاني dvd writer خانة التانية في التمرين هننقلها بالضبط 10 20 quantity خانة التالتة مليونت مليونت برايس فيها طبعا 150 للوحدة من النوع الاول 350 للوحدة من النوع التالي اتفقنا الخانة التالتة حد فاكر بنجيبها ازاي يا شباب حد فاكر الخانة التالتة بنجيبها ازاي ايوة مستر قلتلي بضرب الكمية الاولى في السعر الاول يعني 10 في 150 هيديك الرقم الاولاني ب1500 جنيه مصري هنرجع نضرب الكمية التانية في السعر التاني 20 طبعا هنا 350 هنضرب برضو الرقمين دول في بعضهم يا شباب عشان يديني النوع التاني ب7000 جنيه مصري هنعمل ايه في الرقمين دول هنجمعهم يا مستر هنجمعهم عشان يديني التمن تلاف وخمسمية جنيه اللي هما التوتل نبص هنا كده لحظات على الجزء ده ونشوف الجزء ده اتحسب ازاي يا شباب عايزين نبص كده طبعا انا عندي وعندي اليونت وعندي التوتل دول التلات خانات بتوعي الاولى تان تانية توانتي السعر الاول وان هوندرد اند ففتي التاني ثري هوندرد اند ففتي حد فاكر بجيب الخانة دي ازاي هنضرب الرقمين دول في بعض وهنضرب الرقمين دول في بعض الاولى هتطلعلي بألف وخمسمية جنيه تانية هتطلعلي بسبع تلاف جنيه اتفقنا اتفقنا خلاص انا بعرض لك اهو قدام عينيك عشان تبقى فاهم الارقام جات من ايه طبعا حضرتك وانت بتعمل مش هنعمل الفي ولا هنعمل يساوي ممكن دي اشارات توضيحية علشان حضرتك وانت شغال تبقى فاهم انا جبت الارقام جي من ايه هنقفل الخانة دي كده وهنعمل ايه في الرقمين دول هنجمعهم هيتطلعلي كامش السعر هيتطلعلي ها 8500 ده السعر ده قيمة الاجمالية جات لما جمعت السعر الاول كتوتل السعر التاني كتوتل اداني الرقم التالت بعد كده عايزين نشوف اجي التريد ديسكاونت تحسب ازاي التريد ديسكاونت تريد ديسكاونت ينسبته في التمرين بنسبة عشرة في المية هناخد الرقم ده يا شباب اللي هو كام 800 8500 هضربه في نسبة الخصم على 100 يبقى 8500 لو الرقم ده مزبوط اجي الرقم اهو اتضرب في نسبة الخصم عالمية هيديني الرقم ده هنحطه بنقصين كده عشان نعرف الرقم ده هيدطرح يبقى تاني 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 تابع معايا من فضلك ضربنا الاول الكمية في السعر اداني المبلغ الاول كمية التانية في السعر التاني اداني المبلغ التاني حلو كده جمعنا دول اداني التوتل الاجمالي في تريد ديسكاونت ولا ما فيش في تريد ديسكاونت في التمرين. لازم الخصم يتحسب بشكل واضح. لازم احسبه جوه المستند? لا. عايز تحسبه جوه المستند? ما فيش مشكلة في خانة الديسكريبشن. عايز تحسبه في هامش خارج الفاتورة. ما فيش مشكلة في الحالتين انت هتحسب الخصم سليم ومزبوط. هنعمل ايه بعد كده يا شباب? تمنتلاف وخمسمية. هنجمع اه 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 بالرقم الاول اللي هو بتاع البضاعة. ضربناه في الخصم بتاعي عشرة على مية. عشان نجيب نسبة الخصم قد ايه المبلغ بتاعه كامبلغ بتمنمية وخمسين. طرحتهم. هيتلعلي سبعة الاف ستمية وخمسين جنيه. ده بالنسبة للصافي بعد ما حطينا الخصم اتجاه. اتفقنا كده? طيب تمام. يبقى كده احنا عرفنا. الخصم بيتحسب ازاي? وعرفنا اه كمان اه ازاي لما بيجيلي نسبة مقاوية بتعامل معاها بانهي طريقة. هنبص بعد كده على الاكسبانسز. الاكسبانسز كانت ها? هاندرد. هنبص لها بعد كده في اه اه المستند اه على اللاب بعد اللحظات لكن نبص هنا علشان الموضوع يبقى بسيط. هنا كان في فور هاندرد. دي الاي دي? دي الاكسبانسز. الاكسبانسز طبعا الاولاني كان والتاني كان كارنج. هنعمل ايه في في المصروفات يا شباب? هنجمع المصروفات. هنحط الناتج بتاعهم هنا. الناتج فايف هاندرد اجيبشيان باوند. وهنجمع صافي قيمة البضاعة مع الاكسبانسز او المصروفات هيديني ايت تاوزند وان هاندرد اندفافتي ايجيبشيان باوند. نرجع للمستند بتاعنا تاني. نرجع للمستند بتاعنا تاني. على اللاب. ونبص كده. نبص كده على المستند. ها? ابتدينا بايه? ابتدينا بايه? ابتدينا. البيان. وبعد كده الكوانتيتي. ها? تمام? مصبوط? شكرا. فلاش ماموري جيجا بايتس. حطينا الكميات. حطينا الاسعار. وبعد كده جبنا التوتل. عرفنا جبناه ازاي? هنجمع الرقمين دول. زي ما شفنا في اه الحل اه المانيوال اللي خدناه من شوية. اه بعد كده اطلق لي تمن تلاف وخمسمية. حسبنا التريد دسكاونت اللي نسبته كانت عشرة في المية. وطلع لي الناتج بتاعه كان اه الناتج بتاعه كان تمنمية وخمسين جنيه اه اه هاندرد اندفافتي ايجيبشيان باوند. بعد كده اه طرحناهم الرقمين من بعض التمن تلاف وخمسمية. طرحنا منهم تمنمية وخمسين. اداني الصافي. اه طبعا ده سبعة تلاف ستمية وخمسين. نقرأ كده يا شباب. سيفن تاوزن سيكس هاندرد اندفافتي ايجيبشيان باوند. بعد كده دخلنا على الاكسبنسز. انا جبت منين الاكسبنسز دي? الاكسبنسز دي انا جبتها من التمرين. اجبتش الاكسبنسز من اي مكان تاني. عشان برضو اللي بيتساءل. عشان كده قلتلك خد سكرينشوت للتمرين حضرتك احتفظ بي. بورتريج اند كاريج. البورتريج كام وان هاندرد والكاريج فور هاندرد. عملنا فيهم ايه? جمعناهم تلاقلي فايف هاندرد ايجيبشيان باوند. جمعت الرقمين مع بعضهم. اداني ايد تاوزند وان هاندرد اندفافتي ايجيبشيان باوند. طيب. اوميلي. اوميلي فقط. ها? فقطنا رقم. ازاي? ايت تاوزند. وان هاندرد اند فافتي ايجيبشيان باوند. ايه اند او ودي معناها ما عدا السهو والخطأ. يعني ايه ما عدا السهو والخطأ? ما عدا السهو والخطأ? يعني لو نسينا حاجة في البيانات وانا بتعامل مع التمرين. لو نسينا حاجة في البيانات نسيت اخطأت اي حاجة ادت ان رقم الفاتورة ما يبقاش رقم صحيح? من حقي اصحح الاشعار اللي هبعته سواء الاشعار بالنقص او بالزيادة او بالنسيان او بالخطأ او اي سبب ادى ان المبلغ ده ما يكونش مبلغ مزبوط او سليم. الرقم ده هنفقطه ازاي? بص له كويس? بص له كويس وتعالوا نشوف هنفقطه ازاي? المبلغ ايت ثاوزند وان هندرد ان ففتي اجيبشيان باوند. نفتكر مية والف. مية ها هندرد. الف ها ثاوزند. كلمتين مهمين جدا. جدا. نفقط المبلغ. نقسمه. الوف وميات والباق. دي. ايت. دي. وان. دي. ها? فاف. تي. اول واحدة تمنتلاف. يبقى اول واحدة تاخد كلمة ثاوزند. يبقى دي هتاخد كلمة ثاوزند. تاني واحدة مية. يبقى هتاخد كلمة هندرد. والتالتة دي لا هي الف ولا هي مية فبالتالي مش هتاخد لا ثاوزند ولا هندرد. تعالوا بقى نقرأ رقم. ايت. تاوزند. وان هندرد. اند. ففتي. ايجيبشيان باوند. ده تفقيطة المبلغ اللي ظهر لي في التمرين. وطبعا مع الوقت هيظهر لي تفقيطات كتير. وهيبدأ الموضوع يبقى سهل جدا بالنسبة لي. موضوع تفقيطة المبلغ. طبعا ان انا اكتب رقم. ده كان الجزء الخاص بي الفاتورة بتاعتي بخصم اتجاه. نلاحظ ايه يا شباب? نلاحظ ايه? نلاحظ ان الخصم جالي في التمرين بنسبة. الخصم جالي في التمرين بنسبة. نسبة مقاوية. عشرة في المية. خمسة في المية. طبعا اختلاف النسبة مش هيأثر على طريقة حساب الخصم في اي شيء. خصم التجاري اللي ظهر لي في التمرين بنسبة عشرة في المية. حسبته مكانه فين? كان موقعه فين في الفاتورة? تحت البضاعة مباشرة. او لما حسبت قيمة البضاعة طلع لتوتل بتاعي جمعت النوعين اللي مطلوبين. طبعا لو عندي نوع واحد يبقى خلاص انا مش هاجمع. هحسب الخصم التجاري على النوع الواحد مباشرة. كلام ده هنشوفه في اه تمرين لاحق. حسبنا الخصم كان مكانه تحت البضاعة مباشرة. خصم من اسمه خصم يعني بخصمه. يعني بيتخفض. يعني بيتطرح. حتى لما نرجع للتعريف. ها كان ايه? كان كان مبلغ تم خصمه من قيمة البضاعة. مزبوط. بعد كده حطينا جمعنا مع صافي قيمة البضاعة بعد الخصم التجاري. وبعد كده ده كان اخر رقم طلع لي في الانفويس. نبدأ ان نشوف التمرين التاني للانفويس. عملته لهم بشكل اه مبتكر شوية. عملتلك نفس التمرين بنفس البيانات بنفس الارقام باختلاف حاجة واحدة فقط. ايه هي? باختلاف ان الخصم كان محسوب بمبلغ جاهز في الفاتورة. انا مش احسب الخصم في الحالة دي. اعرف منين يا مستر ان الخصم محسوب بمبلغ جاهز. تعالوا نبص على التمرين ونعرف التمرين هيبقى شكله ايه? سؤال بيقول لي. لديك البيانات الاتية? لاحظ لاحظ نفس البيانات. وتعمدت حطي لك نفس البيانات عشان تحس بالاختلاف ما بين التمرينين. التمرين ده والتمرين السابق. نفس السيلر نفس ببياناتهم كاملة. نفس الجودز. نفس الكوانتيتي نفس اليونت برايس. معنديش اختلاف حتى الان في التمرين. الديلافري نفس الشرط. لكن البايمنت ايوا. بصوا بقى يا شباب. بص البايمنت اختلف في ايه? البايمنت اختلف في ايه? ها? البايمنت مكتوب جنبيت ريت دي سكاونت اي جي بي ايت هاندرد فافتي ايجيبشيان باوند. اه. فين النسبة? لما هنا مفيش نسبة. ده الشكل التاني للتمرين. ان ما يبقاش عندي نسبة للخصم. ما عنديش نسبة. عندك ايه? عندي مبلغ محسوب جاهز. عرفتم منين يا مستر انه هو محسوب جاهز. ما هو? اهو 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 اهو. بص كده اي جي بي. اه. اي جي بي? اخصر لكلمة ايجيبشيان باوند. ايجيبشيان باوند يعني جنيه مصري. فلما يقولي بالجنيه ويديني مبلغ بعدي مباشرة يبقى كده الخصم. محسوب. جاهز. انا مش هحسب الخصم. اتفقنا? المصروفات. بارترج. اند كاريج. ميك اوت. ذا انفويس ننبر نفس بداية التمرين. نفس بداية التمرين. السيلر. حطينا بيانات السيلر كاملة. بعد كده حطينا التاليفون. فاكس. ديت. وحطينا اخر حاجة. الانفويس ننبر. دي كلها بيانات كانت موجودة في التمرين. ايه اللي بعد كده? اللي بعد كده? حطينا ها? حطي فكرني. البيانات معروضة قدامنا. موجود بعد كده كلمة سابتة. ناجين وليد اسمه. عنوان طبعا اي اكس ووركس والبايمنت. طبعا ده الخصم بتاعي. نبص على الديسكريبشن. او الوصف. الديسكريبشن اللي هو البيان. هنحط نوعين البضاعة. فلاش ميموري ثارتي تو جيجابايتس. جيفي جي رايتر. الكميات الكوانتيتز. تان. اند تونتي. يونت برايس. توتال. الاجمالي. ضربنا الكمية في السعر جبت اول خانة. كمية في سعر جبت تاني خانة. جمعت الاتنين اداني التوتال. هنا كان موجود في التمرين محسوب جاهز. اه. رقم ده انا مش محتاج احسابه. رقم ده انا مش محتاج احسابه. طب هنا هنا ممكن اقول بس. كان انا طبعا بعظفك. ان لو بنسبة مقاوية بحط النسبة المقاوية. لو ما فيش نسبة مقاوية مش مطلوب منك تحسابها. عشان ما حدش يعتقد ان هو هنا مطالب يحسب النسبة المقاوية. النسبة المقاوية كان مكتوب ايه في التمرين? كان مكتوب في التمرين تريد ديسكاونت بس. ايه بقى نكتب له تريد ديسكاونت بس. اتفقنا? هنحط الرقم اللي كان جاي في التمرين وهنقاصه. هيتلع للصافي. بالمبلغ اللي قدامنا في التمرين. بعد كده. هنحط بعد كده اللي هي اللي هي المصاريف. المصاريف كانت بورتريج والكاريج كانت بورتريج اللي هي المشال والكاريج اللي هي مصاريف النقل الداني طبعاً جمعت الرقمين عشان اجيب التوتال اللي هو 500 اجيبشن باوند هنجمع الرقمين مع بعضها هيديني الصافي او الاجمالي هيديني 8150 اللي فقطناها من شوية يا شباب 8150 اجيبشن باوند لما نقارن بين الفطورتين اللي تناولناهم في بداية الحلقة والفطورة السابقة مباشرةً هنلاقي ايه؟ هنلاقي الاختلاف كله مفيش اي اختلاف خالص في بيانات التمرين في بيانات الفطورة وانا بجاوبها ما عنديش اي اختلاف لكن مرة الداني الخصم بنسبة مقاوية كان مطلوب مني ان نحسب الخصم حسبناه وشوفنا حسبناه ازاي؟ المرة التانية كان مطلوب مني ان انا احط الخصم جاهز بجين الخصم جاهز بمبلغ موجود محسوب مسبقاً ما كانش مطلوب مني ان انا احسبه ده رقم بيتحط مباشرةً قدام كلمة ريت ديسكاونت في الفطورة بيتطرح عشان اجيب الصافي وبعد كده بجمع الاكسبانسز او المصرفات علشان اوصل ليه الناتج النهائي للفطورة طيب في فطورة او في تمرين تاني بمعنى اضق ما فيهوش اكسبانسز يعني ما فيهوش اكسبانسز مفيش في التمرين اكسبانسز مفيش مصرفات طيب هعرف منين التمرين اللي ما فيهوش اكسبانسز او مصرفات اما ادور بعض aj'veach جوه التمرين مش هلاقي وغالبا بنسبة مية في المية هنلاقي شرط تسليم يبقى عشان اتطمن عشان اتطمن ان التمرين فعلا ما فيهوش ارجع ابص على شرط التسليم لو لقيت شرط التسليم يبقى كده فعلا التمرين ما فيهوش خصم او ما فيهوش مصروفات ممكن يكون فيه خصم طبعا لكن في حالة الدي دي بي ما فيهوش مصروفات نبص على تمرين بالشكل ده علشان يبقى الموضوع بالنسبة لنا اوضح نبص على التمرين اول حاجة مجيني بيانات السيلر السيلر اللي هو البائع الاء احمد ده اسمه سيفنتي منتزه ستريت اليكزاندريا ده العنوان مجيني تلفون نمبر مجيني كمان فاكس نمبر ده رقم التليفون ورقم الفاكس نبص بعد كده على الباير الباير يوسري ابدو ده اسمه 58 التهرير سكوير ده العنوان كايرو كالعادة برضو مجيني بيانات الباير تلفون نمبر اند فاكس نمبر ده بيانات المشتري باقي التمرين مجيني اوبتيكال ويرلس ماوس ده الديسكريبشن بتاعي الوصف مجيني الكوانتيتي 50 ده العدد المطلوب يونت برايس سعر الجهاز سعر الوحدة اي جي بي فور هوندرد اند فافتي طبعا ايجيبشن باوند التارمز شروط ديلافري شرط التسليم دي دي بي ده شرط التسليم ده خصم تجاري صح يا شباب؟ او يا مستر صح هحسبه؟ ولا هو محسوب جاهز؟ لا يا مستر هو محسوب جاهز عرفت منين يا استاذ انت وهي ان هو محسوب جاهز؟ عرفته من كلمة اي جي بي تمام؟ نبص على الاكسبانسز في التمرين حد شايف اكسبانسز؟ انا مش شايف اكسبانسز معنى كده اني مش مطلوب مني احط اكسبانسز جوه الانفايس وانا بعملها مش مطلوب مني خالص ليه؟ التمرين نفسه ما فيهوش اكسبانسز نبص على شرط التسليم كده شباب؟ ايو يا مستر جي جي بي ده التسليم مخازن المشتري تسليم مخازن المشتري هاز نو اكسبانسز اتفقنا؟ يبقى كده انا ما عنديش اكسبانسز في التمرين وبالتالي مش هيبقى عندي اكسبانسز في الجدول كمان تمام؟ طيب هنحط البيانات بالكامل الاء احمد الباقع سيفنتي منتزى ستريت الالكزاندريا عنوانه تليفون اند فاكس حطينا الديت حطينا الانفايس نمبر دول كلهم بيانات في التمرين سولد تو جي بضاعة مباعة الى كتبنا اسم الباقع فوق يبقى الضور على المشتري حط هنا المشتري بعد كلمة سولد تو يسري ابدو اسمو التهرير كايرو كتبتلكوا اهو كايرو وهي تحتها هي المحافظة كتبتها لكم في سطر تالت لشان الشباب اللي زعلانين اهو يا استاذ لما بيبقى عندي متسع من المساحة بزبط لك الفاتورة ما بيبقاش فيها اي مشكلة حطينا الديلافري اند بايمينت حطينا الديلافري اللي هو شرط التسليم حطينا الديلافري اللي هو شرط الدفع ده الجزء الاولاني الخاص بالفاتورة بالكامل اللي في بيانات تمام كده؟ البيانات جي كلها كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في التمرين نبص تاني على الخصم خصم محسوب بمبلغ جاهز عرفت منين ان هو بمبلغ جاهز؟ عرفت ان هو بمبلغ جاهز من كلمة اي جي تي تمام كده اتفقنا؟ طيب نلاحظ ان التمرين ما كانش فيه إيجاد الديلافري هنضرب في بحيانات الديلافري الوصف هنضرب هنضربو هنضربو ما هي ديني التوتال التوتال ده لما ضربت الكمية في السعر ده الخصم مش 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 انا اللي احسابه ده موجود جاهز في التمرين الفين وخمسمائة. هنترح الرقمين من بعض. هيدين الصافي. تونتي ثاوزند. فقطوا. سهلة جدا. دي رقم صحيح. ففقطنا بمنتهى السهولة. ده معناه ما عدا السهوة والخطأ. نلاحظ ان ما فيش في التمرين. والسبب ان شرط التسليم كان دي دي بي. وفي حالة وجود شرط التسليم دي دي بي ما بيبقاش فيه جوة الفطورة. ويا كده كده برضو ما كانتش موجودة في التمرين. وبالتالي انا لازم اخلي بالي عشان فيه طالب بيقعد يدور على بيحس ان هو غلطان. لا انت مش غلطان. الفطورة دي دي بي ما بيبقاش فيها عادي ممكن يكون فيها لكن ما بتبقاش موجودة فيها بشكل واضح. يبقى كده احنا خدنا. ها? كلمنا النهاردة عن ايه يا شباب? كلمنا النهاردة عن تلات انواع من الفواتير. فطورة كان فيها خصم تجاري بنسبة. فطورة كان فيها خصم تجاري محسوب بشكل جاهز. فطورة تلتة كان فيها اه اه المصروفات مش موجودة في التمرين. وبالتالي انا لما حطيت الفطورة عملت طبعا البضاعة وبعد كده حطيت سواء موجود بنسبة او موجود بمبلغ جاهز. وبالتالي تمام كده احنا خدنا تلات انواع من الفواتير النهاردة. الموضوع بالنسبة لنا بامر الله هيبقى سهل وبسيط. دي كانت اخر حاجة اه اتكلمنا عليها النهاردة في الحلقة بتاعتنا. تابعونا في الحلقات القادمة. اه نشوفكم على خير بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.